اتصالات مصرية مكثفة مع كل الدول والأطراف الدولية والإقليمية عشان نوصل لاتفاق وقف إطلاق نار وتبادل أسرة ومحتجزين وإدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة خلال أسبوع بكتير أنطونيو كوتارث أمين عام الأمم المتحدة بيطالب وقف إطلاق نار لوضع حد لكابوس إراقة الدماء على حد كرامه قال الوضع بيستاد يأسا ساعة بعد ساعة وأنه شخصيا بيأسف لتكثيف إسرائيل عملياتها العسكرية بدل هدنة إنسانية مدعومة من الأسرة الدولية لأن عدد المدنيين اللي قتلوا غير مقبول إطلاقا كريم خان المدعي العام للمحكمة جنائية الدولية ظهر النهاردة الصبح معبر رفح ومن حوالي ساعة عمل مؤتمر صحفي بيكلم فيه عن زيارته للمعبر ورؤيته للأوضاع في غزة قال القطاع بيشهد مأساة لا يمكن استيعابها ولا التغاضي عنها وقال أهل غزة زيهم زي أي شعب يستحقوا العدالة طلب إنه يدخل القطاع عشان يقابل المدنيين اللي هو متخيل معاناتهم خصوصا مع عرقلة وصول الإمدادات الإغاثية للقطاع لأن الأبرياء في القطاع بيعيشوا حرب بلهمش زنب فيها كريم خان قال إن القانون بيحمي الأبرياء أيا كان دينهم أو جنسيتهم ولكن إسرائيل انتهكت القانون الدولي وده المفروض إن هم دولة فيها جيش نظامي ومستشارين قانونيين والمفروض يبقوا عارفين يعملوا إيه أو يتجنبوا إيه وقال إن أي انتهاك لازم الرد عليه يكون بالقانون الدولي وحماية المدنيين مش بحرب على الأبرياء وطالب العالم إنه ما يدورش وشه عن المعاناة اللي بيعيشها الأبرياء في خزة كريم خان بيقول من قتل نفسا بغير نفسا أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا مستشهدا بالقرآن الكريم وبيأكد إن القرآن تحدث عن الناس جميعا وليس المسلمين فقط وأخيرا قال إن اللي بيشوفهم العالم على شاشات التليفزيون وبيسمع صوتهم دول مش ممثلين دول ناس حقيقية بتعاني وبترجع للذاكرة مشاهد درفور أو أصوات الروهينجا أو المعاناة في كمول